منورانا ومشرفانا النهاردة المعالجة النفسية دكتور هيند ببن زيك يا دكتور هيند أخبارك إيه؟ منوراني لا يخليك حد سلامي هو في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش مع أمامته ومش بيحبها؟ من كتر الأسوأ أكيد ممكن الأم مددتش حب مددتش حنية أنا مع الوقت مش قادر أتعامل معي طوال الوقت في قصوة في إهمال في معاملة سيئة ما فيش احتواء مش قادر تحس بيها بمعاناتها في أم ممكن يبقى لوي عندها تلاتة يبقى كفاية عليها تنين وانتي خليك يمش عايزين منك حاجة؟ وهمش عارفين هي أمانية كبيرة ولا لا بأس أظن هي كبيرة هي كبيرة وفيه أخته وأخ هي مثل حزبها ما تبقاش كده هي ساعات الأمهات بتبقى فيه علاقة نداية مع الطفل الأولاني بالذات بتحس ان هو أقرب لها أو شبهها فبتمارس عليه سلطة أو تمارس عليه سيطرع أكتر خلينا نقول إن في قصة أمانية بالذات الأم هنا كانت فيها قصوة جديدة عليها فيه عمف معها فيه رفض لها دائم فيه وصفها بصفات إن هي نيكادية إن هي مش متفعلة معها هي مش كويسة الأم هنا حطت البنت دي كامل وكانت التارجد بتاعها إنها تطلع عليها سلبيات شخصيتها أمانية مش مبلغة فإنها بتقول إن المويتها بتعمل كل ده والله أنا كم ممكن أقوله إنها مبلغة بس الموضوع مستمر لحد ما عندها رفعين سنة هنا ما فيش مبلغة هنا الموضوع فيه بتأكد مشهد ورد تاني موقف ورد تاني ابنها كمان بيأكد نفس المشاعر واصلاوله نفس المشاعر أنا بكتلس أقول لك إنه ابنها يقول كده أنا طفلة عنده عشر سنين يقول أنا تيتا مش بتحبني الأطفال بتاخد بالها أصلا وصل ممكن يعني الأطفال بتحس الأحساس ده عنده عشر سنين يقدر يبني تفكير ومين بيحبني ومين مش بيحبني دول أكتر هما المشاعر عندهم بيور وما فعلا بيحسوا بالحب أكتر يا لما حد بينه يقولي ده مش كويس أو ده بيعملني مش كويس نصدقه نصدقه طبعا إن مشاعرهم صدقه هما بيحسوا فعلا بالمعاملة وبيحسوا بالكلام بيحسوا بالحنية بيحسوا بالاهتمام طب هي مش كويسة مثلا مع بنتها هتقدر تعمل كده مع عز الولد وولد الولد ما هو من الأول بقى أنا من الأول بنت دي أنا رفضوها مش متقبلها في علاقة ندابني وبينها في غيرة ممكن نحيتها في مش عايزها تستقل في مش عايزها تقوم بسوطة ولا لما تبقى البنت قريبة من أبوها ساعات الأمة بتغير مش دي حاجة في علم النفس إنه روح لحبيبتك طبعا هي بنت أبوها أيوة فهي بترفضها تماما بترفضها تماما ممكن بتحاول تشويها دي نكادية تقول نكادية ويسيبها ممكن يكون سبب كل ده إنه هو الأب كان بيحب أماني زيادة ممكن ارتباطها بابوها من الأول هو دي اللي عمل لها غيرة فبدأت تتعامل معها بشكل تاني فبدأت تلعب مع الاتنين التانيني وقف صفاها بالظبط حد النهر ده في عقدة قديب أو عقدة إلكترا طبعا دي موجودة دي عقدة في التفكير دي عقدة في التفكير دي عقدة في التفكير دي عقدة في التفكير دلوقتي بقى في وعي إن أنا مبسوطة جدا ويمكن يكون البرنامج ده من الحاجات اللي ساهمت وأنا بالضبط سعيدة إنه بقى في حاجة سمعتب بنفسي بقى معترف بي معترف بي بقى إش حاجة معصليتي مجنونة عندنا في البيت مثلا واحدة مجنونة يا جماعة بتتعالج نفسي لا أشعيب طبعا ده حد بقى كل واحد معصلي بستاعه لأساسي خلاص يوجهه وينصحه وفي المدرسة بقى يروحه وبالضبط ده بقى حاجة خلاص أساسية دلوقتي ولو مثلا حصل انفصال لقدر الله تلاقي أول حاجة بتقولك أنا هشوف العلاج النفسي بالضبط لعيالي أو هشوف أو هي حتى تروح تتعالج أنا مبسوطة جدا موضوع ده وده بالحكس دي أحسن حاجة حصلت دلوقتي إنه بقى فيه وعي كل واحد بقى فهم مشاكله وبقى عارف مين مصدر مشاكله كمان عشان يعطي يتعافى من العلاقة ويعالجها ويقوم من الموقف اللي هو فيه بالنسبة لأماني برضو أنا شايفة أنها بدأت تفهم دلوقتي بس هيبقى فيها من تنتأخر شواء أو بدأت تفكر أنا عايزة شوف بقى دلوقتي تسيبقى الحاجة الحلوة اللي زودناها في البرنامج إنه دايما يكون معنا تقارير من الشارع نسمع رأيي الناس إنهم هيكونوا حتى مهتمين يسمعوا إنه الطب النفسي بيقول إيه أو حتى بقى هم ساعات محللين بالضبط فاحنا وصلنا إلى الوعي أنا فجأة دي حاجة لبقى تفهمتني جدا بقى الواحد بقى الواحد بالو أصلي إيه بني تعبان نفسيا من كذا فدي حاجة حالوة تعينشوا في رأيي الشارع يا دكتور هين يلا بينا